عضو مجلس النواب على محافظة نينوى بسمة بسيمة طالبة المجتمعين العربي والدولي والحكومة العراقية بالنظر بجدية إلى ما تعرضت له محافظة نينوى وسكانها ميمة جازر على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي وكشف التبثي مع وجود نحو 320 مقبرة جماعية في عموم النينوى بحاجة إلى جهود دولية من أجل انتشال رفاة جميع الضحايا وإعطاء الحقوق لذويهما نوجه رسالة للعالم الدولي والعالم العربي والحكومة العراقية بشقيها التنفيذ والتشريعي لأن يروا نموذج من نماذج المزرة التي حدثت على أبناء محافظة نينوى نساء وأطفال والرجال الشيب وشباب اليوم نحن في حفل افتتاح مقبرة أول مقبرة جماعية في منطقة كوجو الجريحة التي شهدت مزرة أبادة كثير من سكان هذه القرية طبعا في محافظة نينوى أكثر من 300 ويعني عدد ونظر 320 مقبرة متفرقة بين قضاء سنجار والحضر وكذلك منطقة الزنجيلي والخصف ليس ببعيد عما أتكلم طبعا نحن نحتاج إلى جهد دولي لإنقاذ هذه الجثث والرفات وعلى الأقل إشفاء غليل وقلوب أهالي الضحايا بتسليمهم جثثهم وإعطائهم حقوقهم ومستمسكاتهم فأتمنى أن تصل الرسالة ولا أستطيع أن أتكلمها اليوم اللغة العربية عاجزة والإنسانية خجلة مما يحدث في هذه اليوم ترجمة نانسي قنقر